أكد معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسن موسى اختلاف كمية جهيز النفط الأبيض بين المحافظات العراقية يعود الاختلاف الضقص ومستوى درجات الحرارة خلال فصل الشتاء في تلك المحافظات وأوضح موسى المحافظات الشمالية والغربية تخصص لكل أسرة بها 450 لتر من النفط الأبيض سنويا خلال فصل الشتاء والمحافظات الوسطى 350 لترا أما حصة الجنوبية فهي 250 فقط وأشار إلى أن تتلك كميات كافية بحسب المتابعات والدراسات التي تقوم بها وزارة النفط وهي تتنسب مع الحاجة الفعلية للأسرة العراقية والتي تمتلك موارد أخرى للتدفئة كالغازي والكهرباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر